شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة محذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل الرئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن وزير الخارجية الأمريكي مقل للسيد الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشيدا بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التواصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار مشيرا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء ومحذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية كما شدد السيد الرئيس على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع مؤكدا ضرورة فتح آفاق المصار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من جانبه أشاد الوزير الأمريكي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة مؤكدا حرص الولايات المتحدة على التنصيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة وقد توافق الجانبان على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهل القطاع ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة